إذن دعنا نختم معك هذه جولة من صحيفة أخبار اليوم وفيها نطالع مالية الخرطوم لا أعباء إضافية على المواطن في موازنة الولاية أكرت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم أن موازنة الولاية للعام 19-2000 تم إعدادها وفق الموجهات الاتحادية لموازنة البرامج وقال وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية صلاح علي أحمد للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الموازنة ركزت على القضايا الأساسية المتعلقة بمعاش الناس والحد من الفقر بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات النقل والمواصلات فضلا عن توفير الخدمات الضرورية للمناطق الطرفية وزيادة الإنتاج والإنتاجية مشيرا إلى ارتكازها على موجهات تتماشى مع الواقع الخاص للإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج إصلاح الدولة وأكد أحمد أن الموازنة هي بداية التحول لمنهجية موازنة البرامج والآداء وذلك من خلال رغضها بالأهداف الاستراتيجية وتحديد الأولويات وفق مواقع زمنية محددة إذن ملامح جديدة لميزانية جديدة تقول حكومة ولاية الخرطوم أنها تكون مخصصة للاهتمام بمعاش الناس تحديدا والحد من الفقر وتحسين جودة الخدمات في الولاية في لأي درجة يمكن أن يكون ذلك ممكن أم أنه سيكون مهض أرقام على الورق لا بد أن نرسل تحية حاصة لكل الفنيين والتكنقراط الذين عدوا موازنة ولادة خرطوم وتحية حاصة أيضا لكل الخبراء المختصين إذا كان حتى على المساولات خرطوم وكل السودان الذين يبذلون وقتا غاليا وعصفا زهنيا مركزا للوصول إلى موازنات علمية وفقا للمعايير المهنية والمعايير العلمية التي بين أيديهم هذا من جانب الجانب الآخر من حق الأخ وزير الماليخ صراحة ويبدأ عهده في ورادة خرطوم أن يتحدث بهذه الروحة التفاعلية لكن الذي يحتاج إلى إيامة من أخذ الوزير هو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي من الذي يحكم الموازنة في ورادة خرطوم هل هي السياسات العامة الموجهات العامة أم أنها تظل محكومة بأرقام غير محددة أقول هذا لأن ولاية الخرطوم نفسها ظلت تشتكي منزفتها طويلة جدا جدا أنها تقدم موازنة لا تقدم الخدمات فقط للمواطنين ورادة خرطوم هي تقدم الخدمات لعدد مفتوح من المواطنين يأتون من كل ولاية السودان تقدم الخدمات لعدد مفتوح من المواطنين يأتون من كل أنحاء العالم لا يكاد العدد الرقم الذي تقدم له الموازنة في بداية العام لا يستقر على حال حتى نهاية العام هذه المشكلة الأساسية التي توجه رادة خرطوم الأمر الآخر من حق أي وزير مالية من حق أي خبير اقتصادي أن يقول بأن الموازنة الجديدة جاءت دون أن تلقي أعباء على معاش الناس هذا مقبول لكن عمليا ما يقول الأخ صلاح والأخو في وزارة المالية وولادة خرطوم هو عين ما قال به وزير المالية السابق الركابي عندما قدم موازنة العام الذي نعيش خواتيمه ماذا قال؟ قال بأن هذه الموازنة لن تمس معاش المواطنين ما الذي جرى بين 2018 وخواتيم بداية 2019 نجد أن الأعباء على كاهد المواطن تضاعفت أكثر من مئة مرة من أين جاء هذا الخلل؟ جاء هذا الخلل لأن القضية الكلية لإنتاج لقضية الموازنة في السودان المه في السودان هناك فرق كبير جدا جدا بين التنظير العلمي على الورق المسقول والواقع الذي يتقلب كل يوم ما لم تتم مقارنة بين التنظير والواقع سنعيش في مستهاز الأحلام عاما بعد عام أيضا دعنا نسألك عن هذه المقارنة بين التنظير وما يتم تنفيذه وأيضا الموأمة بحديث وزير المالية بولاية خرطوم صلع علي أحمد الذي أكد أن الموازنة هي تكون بداية للتحول من هدية موازنة البرامج والأداء ولكن يخشى كثيرون أن تتحول هي إلى ميزانية لإطفاء حرائق الأزمات في ولاية الخرطوم تحديدا كيف يمكن الموأمة بين الخيارين وأيضا حتى لا يتضرر المواطن تحديدا والاقتصاد الكلي تحديدا الموأمة بضرورة الربط العملي وأيضا المنهي وفق سياسات عامة واضحة بموازنة ولاية خطوة موازنة عامة للدولة إذا لم تتم هذه الموازنة ما الذي يمكن أن ينفذ على مستوى الدولة في خرطوم تحديدا من المستوى الولاية ويؤثر على مشاريع الدولة لأنه الذي يحتعله دائما عندما نأتي إلى تنفيذ الموازنة تصطدم قضية الموازنة في هذا الخرطوم بالموازنة العامة للدولة هناك معادلة أيضا ما لم نذهب إلى علاجها ستظل القضية باقية ما الذي نريده نحن أيضا من الموازنة الحالية إذا كنا نريد أن تزيد الإنتاج تخفف العباء على المواطنين لا بد أن نذهب أيضا باتخاذ سياسات واضحة ومحددة ونحرز عليها دون أن نلجأ إلى الحلول الطبعية والجزئية في منتصف العام عندما تقدم ولاية خطوة موازنة بهذه الأحلام الكبيرة عليها أن تكون حريثة جدا جدا أن تطبط هذه الأحلام بسياسات عامة واضحة قابلة للتنفيذ وقابلة للضبط حتى لا نفايب أننا ندير أزيمات وأيضا نقوم بالحضر كما ذكرت بمحاولة المعاراية الطبعية ومحاولة إضفاء الحرائب نعم والي الخرطوم السابق أبو رحيم محمد حسين شكى أن الولاية لا تملك موارد وأن كل الأراضي تم بيعها من أين سيأتي بموارد جديدة حتى تتعدى هذه الأزمة؟ يفكر خارج الصندوق لأنه أساسا ما الذي حدث أن الحكومات السابقة كانت تفكر بأن الأراضي هي موارد سريعة يعني الأرض كانت مقابلة تنمية بيعت كل الأراضي ولكن لم تحلل المشكلة الأساسية فوجينا أيضا أن هناك جهات استثمارية كبيرة جدا استثمرت في أطراف العاصمة الخرطوم في مجال الزراعة وكسب الزهر من هذا الاستثمار هذا يعني أن ولاية الخرطوم تحتاج أن تفكر خارج الصندوق مع الحكومة الاتحادية كيف يمكن لولاية الخرطوم أن تقدم خدمات فقط للذين يسكنون العاصمة وتقوم لحكومة الاتحادية وعالية الخلل الذي يحدث بين القادمين والخارجين من الخرطوم وأيضا تقدم دعم خاص لأطراف العاصمة الاتحادية لأنه ألقى الطريقة الحالة تدار بها ولا تخرطون طريقة مزعجة لأي حاكم لأي والي لأنه يدير في عاصمة مصغرة لسودان يتكاسر المواطنون في كل يوم إذن رئيس تحرير صحيفة مصادر الأساد عبد الماجد عبد الحميد شكرا لك وصلنا إلى الخطاعة معك شكرا جزيلا شكرا